في مدينة سبدو بولاية تلمسان تقطن خلط عائشة صاحبة التسعين عاماً والتي تتفاعل مع الحياة كشمس تتلألأ في الأفق وتعكس حكمة السنين وترسم لوحة من العطاء والتفاني هي قصة تحديات وانتصارات في حرفة صناعة الدوم التي لا زالت تنافقها لسنوات هذه الحرفة تعلمتها أنا قامني كنت صغيرة كانت في عمري سمع شرعة وأنا نتعلم فيها أنا تعلمتها من أمو ومن الجداد وأصنعها تعلمتها تعلمتها صغيرة قالوا أني بغى نهداها ذرك أنها أكبرت أني بغى نهداها لجيال الجاية والزازائيين مش يتعلموا الجيل اللي راح باقي تقعدنا ديكور الجيل ندير منها الكساكيس هذا تعال الطعام ندير منها هذه نتع الخبز ندير منها هذه نتع ندير منها بمعنى تتخرج حلوى ولا تخرج حاجة ولا تقدم حاجة نديرها قعمنا كل شيء ذا غير خدمات تعيين خالتي عائشة مستمرة في بناء تفاصيل حياتها اليومية ببرعة إذ تنسج خبرتها الحياتية وتحول كل لحظة إلى فرصة للإبداع في صناعة الأواني التقليدية بالدوم والحلفاء التي تمتد جذورها إلى تاريخ أجدادها هي فنانة تعظف على أوطار الحرفة بإتقان وتنقل إرثها بين يدي الأجيال بأناقة وكرامة ويتربع توقيعها في الإبداع إلى صناعة تحف فنية تقليدية مميزة تحمل خالتي عائشة عبقى الماضي وتتألق في الحاضر وتتحدى الزمن بجمال إبداعها وتظل نجمة صاطعة في سماء الحياة رغم تقدمها في السن إلا أنها ما زالت تشتغل في حرفة الدوم وتحاول توريثها للأجيال في المنطقة